ما جرى لهؤلاء المهاجرين على يد ميليشيات الحوثي في صنعاء قد لا يكون استثناءً وإن كان بلا شك الأشد بشع المهاجرون غير الشرعيين في اليمن اتعرضون لانتهاكات عدة فهم يحتجزون في أماكن تنقصها أبسط المرافق يتعرضون لابتزاز مستمر من سجانيهم الحوثيين والأسوأ يرسلون كمقاتلين في بعض جبهات القتال لكن ما جرى لهم في مركز الاحتجاز التابع لإدارة الجوازات والهجرة فاق كل هذا حشروا في مخزن ضيق تعرضوا للضرب المبرح وحين أضربوا عن الطعام احتجاجاً أطلقت على المبنى قنابل حارقة أشعلت حريقاً ضخماً خلف العشرات بين قتيل وجريح صمت الحوثيون لأياماً ثم حاولوا الإنكار ثم تنصلوا من المسئولية قبل أن يعترفوا في نهاية الأمر حسين العزي نائب من يطلق عليه وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها اعتذر عن الحادثة واعداً بتحقيق دولي ورغم هذا واصل محاولات التنصل فبالنسبة له هذه القضية جرى تطخيمها وتسييسها والقتل أربعة وأربعون فقط كما قال الجريمة قوبلت باستنكار واسع ومطالبات بتحقيق دولي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جرافث دعا أمام مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل في الحريق منظمة هيومن رايتسووتش كانت قد اتهمت ميليشيا الحوثي بإطلاق المقذوفات التي تسببت باندلاع الحريق في السابع من مارس كما نقلت روايات مروعة عن ناجين من الحريق ورغم الحرب المستمرة منذ ست سنوات يعتبر اليمن محطة عبور لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسافرون بين القرن الأفريقي ودول عربية